مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا ما اخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر الى واحد ايماني واحد وما لحجي تهاني حبني ومت على شاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح لي وافصر ارضوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر مشاهدين الاحباء في كل مكان في العالم سلام المسيح برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج انا مش كافر موضوع حلقة النهاردة صناعة الارهاب بداية الحلقة كما تعودنا خلونا نكون بنصلي وعندنا احداث كتيرة جدا بتحدث في منطقتنا الشرق الاوسط خلونا نكون بنصلي الاجلها خلونا نكون بنصلي الاهل الحسكة مدينة في شمال سوريا مدينة اغلبها اشوريين مسيحيين للاسف انه داعش التنظيم الارهابي الاسلامي هجم على هذه المدينة اقتحم كثير من الكنيس اخذ واختطف كثير من الاطفال والنساء بما يتعدى او قرابة المتين شخص خلونا نصلي ان الرب يتدخل يا جماعة مش عايزين نحط تعنينا على بشر واضح ان هناك مؤامرة كبرى تصنع لاجل عايز اقولي هل هناك قصد لاجل ابادة المسيحيين من الشرق الاوسط ام هناك خطة لاجل تهجيرهم وتركهم لاوطانهم وبيوتهم طبعا الرب واحد يعلم كل شيء هو كاشف كل المؤامرات التي تصنع في الخفاء فعشان كده يا جماعة خلونا نكون بنصلي انا لا ارى اي حل خالص الحل ينبغي ان يخرج من داخل الكنيسة من الوحدة خلونا نكون بنصلي نعمل حاجتي مهمين جدا نصلي بقوة ونحن متحدين معا وايضا الحاجة التانية نزيع الخبر الصار نتكلم على ما بيحصل نشارك الاخرين نشارك المغضوعين نشارك المضللين اللي الناس ضللتهم بافكار كتيرة جدا خلونا نكون الوقت ده اللي احنا بنعيشه وقت فارق جدا 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 في تاريخ الكنيسة اللي لم نتحد الآن فمتى سنتحد اللي لم نأخذ ادوارنا الآن بطريقة فيها جدية وفيها اخلاص فمتى سنأخذ ادوارنا اللي لم نكن نحن انا وانت نزيع الخبر الصار ونقدم رسالة المسيح وننبه للخطر اللي بيصنع ولمؤامرات اللي بتصنع فمتى سنأخذ ادوارنا لا تكتفي انك تعمل لايك على بوست لا تكتفي انك تضع يدك على خدك لا تكتفي بكلمات المواساة الصغيرة لا تكتفي بالشجب والتنديد والتنديد لاجل الاحداث نحن الكنيسة هي التي ينبغي ان تقود العالم الكنيسة هي التي ينبغي ان تغير الواقع الكنيسة هي التي ينبغي ان تحارب واحنا عندنا حرب روحية ما عندناش لاسلاح ولا عندنا اوامر بالمدفعية ولا القنابل ولا انفجر نفسنا لكن عندنا رسالة قوية جدا 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 قوة الصلاة الصلاة تستطيع ان تغير الواقع ونحن نرى تطبيق الله لكلمات قد سبق وأنبأ بها عبيده الأنبياء في القديم لابد أيضا أن نكون بنصلي لا نكتفي ونقول دين بواد زي ما البعض بيقول لا نكتفي ونقول دول أشرال لا نكتفي ونقول يا رب افتق داعش يعني أنا ما شفتش في الكتاب المقدس على رأي أحد الخدام اللي كاتب كده أن فيه قاتل أمن بالرب ما ناخدش مثال بوليس بوليس لم يقتل كان شاهد كمنصب ديني على رجم استفانوس لكن لم يقتل نحن ينبغي أن نصلي لأجل أن نترك يد الرب هي التي تصنع القضاء على أولئي الأشرار والقتلة إن أراد الرب أن يخلص منهم نحن نصلي إن أراد الرب أن يتمم قضاءه نحن نصلي لكن ينبغي أن نصلي ينبغي أن نتحد ينبغي أن نقف معا ينبغي أن تأخذ الكنيسة دورها ينبغي أن نشعر بالمتألمين واللي ترقوا بيوتهم واللي صرخات الأطفال وصرخات الأمهات ينبغي أن نشعر بهم وأن نتحد لأن هذا هو وقت الكنيسة هنوصلي لأجل مصر لأجل الشباب اللي لسه معرفش ينزل من ليبيا لأجل أهل الموصل والكنيسة هناك بتعدي بظرفه صعب جدا وتحدي صعب جدا الكنيسة في الشرق الأوسط تمر بأصعب أوقاتها ومكانت أتت على الكنيسة أذمنة ضيق في عهد الأمبراطورية الرومانية وبعهد الأباطرة الرومان في القديم لكن أنا أرى أن هذا الضيق الذي تكتاز فيه الكنيسة هو أصعب بكثير من كل العصور اللي اكتازت فيه الكنيسة عشان كده خلونا نصلي شوفنا وأكيد كتير شاف داعش وهي بتحطم متحف الأصار في الموصل شوفوا بيتعاملوا مع الأصار إزاي وشوفنا وأكيد كتير بيتابع داعش وهي بتحرق الكتب في مكتبة الموصل العامة وكتب أسرية والأمر ده ما يذكرناش بحاجة ما يذكرناش بحريق حريق مكتبة الإسكندرية بعد دخول عمرو بن العص قائدا على جيوش مرسلة من عمرو بن الخطاب خلونا نربط الماضي بالحاضر لأن الحاضر يجسد الماضي وآه لو كانت هناك كاميرات وآه لو كانت هناك كوكالات أنباء وآه لو كانت هناك فضائيات في الزمن الماضي لكنا سماعنا ورأينا أكثر مما نراه اليوم أكثر مما نراه اليوم خلونا نصلي نصلي لأجل وقت الحلقة لأجل رسالة القناة خلونا نصلي لأجل الأسر في مدينة الحسكة في كل مدن سوريا لأجل سوريا لأجل العراء مش عايزين نصلي لأجل فاء وفاء آه الكنيسة والمسحين بيتعاملوا معاملة صعبة جدا لكن خلونا نصلي لأجل الإنسان عمتا في شنق الأوسط خلونا نصلي لأجل رسالة السلام ورسالة الإنجيل رسالة يسوع المسيح ابن الله الحي تكون يعني بتشرك على هذه المنطقة اللي عاشت سنين طويلة من الظلمة والظلام الدامس يا رب يسوع المسيح يا ابن الله الحي نحن نفتخر بك أنك أنت ابن الله الحي كلمة الله الأذلي الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا فيه مجد الله العظيم المبارك شكرك جدا لأن يدك كانت ممدودة وما زالت ممدودة بالمحبة والسلام والخلاص والإنقاذ للإنسان شكرك لأنك لست إله دماء ولا إله تأمر بسفك الدماء ولا إله تأمر بخراب البلاد وقتل العبادة لكن إله أعلن عنك أنك الله هكذا أحب الله العالم الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا هذا هو الإعلان المبارك اللي ستره الإنجيل الخبر الصار اللي بيعلن لنا عن محبة الله للإنسان محبة بطريقة عملية وقدمت الحل للإنسان ليس لأجل فداءه فقط والأجل خلاص ونوالي الحياة الأبدية لكن قدمت الحل لأجل تغيير طبيعة الإنسان الساقطة الفاسدة يا رب بصلي الأجل لأهل الحسكة يا رب اتنازل 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 ورحمتك ورأفتك للأطفال للنساء للبنات لللي يا رب ما عندهمش أي سلاح ولا عندهم أي معونة ناس كتير جدا يا رب تقول الكنيسة اليوم ليس لها إلا شخص الرب يسوع المسيح نعم الكنيسة على مر العصور وليس اليوم فقط ليس لها إلا شخص الرب يسوع المسيح يا رب أعيننا ليست على شخصيات ولا أماكن يا رب مؤمرات تصنع في الخفاء من يراها ومن يشاهدها ومن يعينها سواك أنت أيها الرب الإله حمك كل مشورة يا رب على بلدنا وأوطننا على مصر على سوريا على العراء على ليبيا على اليمن على كل الشرق الأوسط من المحيط إلى الخليج يا رب انشر رسالة السلام وفي وسط هذه الأحداث وأنت تتم من مشورتك ومقاصدك على الأرض اجعل البشر تنفتح أعينهم ليروا شريعة الظلام ثقافة الموت شريعة القتل ويروا رسالة محبة يسوع المسيح أنا أشكرك لأن يا رب لك طرق كثيرة تستطيع أن تظهر نفسك من خلال شخص مستسلم للزبح وهو متمسك بالإيمان تستطيع أن تظهر ذاتك ونفسك من خلال طفل يرفض أن ينكر اسمك ويستسلم للموت والذبح تستطيع أن تظهر ذاتك يا رب وسائل وطرق مختلفة وأيضا تستطيع أن تظهر ذاتك من خلال البرامج التي تقدم من خلال قنواتنا يا رب رسالة المحبة ورسالة كشف الزيف وفتح الضلال من فضلك يا سيدنا رب وجه الكل لأجل خلاصك ليس لنا غد هدف ولا غاية إلا خلاصك أنت يا سيدنا الرب يا رب بركة للوقت واذكر أحبائي وأخوات المشاهدين يا رب اذكر الموضوع اذكر فريق العمل اذكر رسالة القناة وكل التحديات والمسؤوليات الموضوع عليها في اسم الرب يسوع اتمجد في كل شيء لأنك إله صالح لأنك القادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر مما نطلب وأكثر مما نفتكر في المسيح يسوع يا أبانا تقبل صلاتنا في اسم يسوع أمين أمين صناعة الإرهاب ده موضوع حلقتنا وده الجزء الأول وبنعمة الرب سوف أنا استكمل في حلقات أخرى هذا الموضوع نرحب أي سؤال نرحب ومشاركتك نرحب ومدخلتك بعد قرابة الساعة من الآن الإرهاب هو صناع وفكر نعم الإرهاب هو صناع وفكر فنحن لم نولد من بطون أمهاتنا إرهابيين صحيح أننا قد أتينا إلى هذا العالم خطا لكننا لم نولد إرهابيين فالإرهاب هو صناع وفكر هو عقيدة ومذهب هو نص ودعوني أطرح بعض الأسئلة اللي بنعمة الرب سوف نقدمها ونترحها من خلال موضوع حلقتنا اليوم وفي الأجزاء القدم السؤال الأول من أين جاء الإرهاب؟ السؤال الثاني وما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره؟ السؤال الثالث وما الذي يدفع بالكثير من الشباب إلى الالتحاق بالجماعات التكفيرية الإرهابية؟ السؤال الرابع وكيف تتشكل شخصية الإرهاب؟ أربع أسئلة هامة جدا أنا أقف قدامهم وأنا أريد أن تفكر فيهم كويس جدا من أين جاء الإرهاب؟ أين ذكرت فعل يرهب؟ أو يرهبون؟ دعونا نذهب إلى صورة الأنفال وآية ستين وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نعم كلمة الإرهاب جاءت في صيغة فعلها في آية أو صورة الأنفال آية ستين من أين جاء الإرهاب؟ دعونا نبدأ من البداية كيف تتشكل شخصية الإنسان؟ حابب أنبه على حاجة الموضوع النهاردة موضوع مهم جدا أنا عايزك تسمعه وعايزك تشوفه عايزك تفكر فيه مش عايز يكون الموضوع بسبب ليك نوعا من الدي أو الغضب أو أنك مش عايز تسمع إلا من نكون نواجه أنفسنا بالحقيقة فلن نستطيع تقديم الحل ولن نستطيع أن نصل إلى الحل لازم الأول نواجه أنفسنا أنه فيه مشكلة فيه إرهاب محدش يقدر يغمض يعنيه محدش يقدر ينكر ده ومتأسف كل الشعرات اللي بتقال عبر الفضائيات وعبر الإعلاميين وعبر المنابر هؤلاء لا يمثلوا كل الكلام ده ليس له أي قيمة ولن يغير في الأمر شيء بل يزداد الإرهاب يوما بعد الآخر وتكتمع الجماعات الإرهابية متحدة مع بعض هناك مباعة من بوكو حرام لأبو بكر البغدادي اللي هو في نيجيريا هناك مباعة من أنصار الصنة والشريعة في ليبيا هناك مباعة من القاعدة في بلاد المغرب العربي هناك مباعة من تنظيمات كثيرة جدا الجميع الإرهابيين يتحدون الإرهابيون يمثلون شريحة كبيرة جدا يستندون على فق يستندون على نصوص فهذه الشعرات وهذه الأقويل لن تغير من الأمر شيئا عشان كده إذا أردنا الحل لابد أن نواجه نفوسنا أن هناك مشكلة وعشان نقدر نعرف المشكلة ونقيمها ونحللها وندرسها ونوصل لحل لازم نرجع للنقطة الأولى النقطة الأولى كيف تتشكل شخصية الإنسان وده اللي هنشوفه على الشاشة وإحنا بنتابع الكلام ده أرجو من المخرج يبدأ معنا الجزء الأول كيف تتشكل شخصية الإنسان الإنسان هو نتاج فكر وعقيدة وكتاب الإنسان هو نتاج فكر وعقيدة وكتاب تتشكل شخصية الإنسان من خلال أربع محاور مهمة جدا والعامل المشترك فيما بينهم هو النص الديني والعقيدة والفكر أربع محاور مهمين جدا بيساعدوا وبيبنوا شخصية الإنسان البيت المدرسة المسجد المجتمع وقلنا أنه في عامل مشترك بيربط الأربع محاور دي ببعضها البعض وهو النص الديني العقيدة والفكر والكتاب خلونا نبدأ في المحور الأول أو العامل الأول اللي بيشكل شخصية الإنسان وهو المسمى بالبيت البيت له وعليه مسؤولية كبيرة جدا في تشكيل شخصية الإنسان لأن البيت هو أول نقطة الإنسان بيفتح عينه على الحياة أول مواجهة أول حضن أول يد ممتودة لي أول كلمة بيسمعها أول كلمة بيطلقها تجاه أحد هو البيت متمثل في تربيت الوالدين الحقيقة أنه الحياة اللي بيعيشها الوالدين الفكر اللي بينتمي إليه الوالدين الاتجاه اللي بيفقر فيه الوالدين هو اللي بيأثر وبينلاقيه في شخصية الإنسان ماذا يعلمون الأولاد عن الآخر المختلف معهم في المذهب والدين خلونا نكون بنتكلم بصراحة النهاردة مش عايزين نخدر دمائرنا مش عايزين نغمض يعنينا مش عايزين لازم نحط إيدينا على مكان الجرح لازم نحط إيدينا على مكان المشكلة الحقيقة بيتعلم أولادك إيه؟ بيتعلمه إيه في البيت؟ تقوله إيه عن انجارك المسيحي؟ تقوله إيه عن زميله اللي في المدرسة؟ يتعلم معاه إزاي؟ يقعد معاه؟ يأكل معاه؟ يشرب معاه؟ أنا عارف إن فيه نمازج محدودة لكن مش هي الأغلبية بتربي أولادها على قبول الآخر وما فيش مشكلة وكلنا الكلام الحلو اللي بنسمعه نتمنى أن نحن نعيشه كلنا إنسان وكلنا مصري أو سوري أو العراقي أو 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 وما فيش أي فرق وما تتعاملش على أي فرق لكن أولادك شريحة كبيرة جدا في البيت بيقولوا إيه عن الآخر؟ إيه الكلام اللي بيتردد عن الآخر؟ كتب لي شخص عبر وقت الحدثة الشهيرة بتاع ليبيا على صفحيته على الفيسبوك قال لي الكلامنا قال لي أهلي وهم بيتفرجوا على المشهد كانوا مبسوطين كانوا مبسوطين واللي بيحزن الصديق ده أنه بيقول لي أخوات الصغيرين كانوا قاعدين سمعين كلام الأب والأم وهم مبسوطين مبسوطين للي حصل جواهم غل جواهم تشفي وبيقولوا ياريت الكل بتسمع إيه لأولادك لما بتحصل حوادث زي كده بتسمع إيه لأولادك بتقولوا إيه عن الكنيسة بتقولوا إيه عن زميله المسيحي اللي معاه في الفصل بتقولوا إيه بتعرفوا عنه إيه عشان كده أول عامل مهم جدا في تشكيل شخصية الإنسان اللي بعد كده ممكن أنه هو يتوجه أن يكون إرهابي وحتى لو ما كانش إرهابي موجود على جبهة بيفجر نفسه أو أو لكن هناك كثير جدا 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 عايشين جوا المجتمع عايشين جوا عايشين فوسطينة عايشين معانا ممكن يكونوا بيأكلوا ويشربوا معانا ممكن يكونوا بيشتغلوا معانا في نفس المصلحة عايش تكتشف الشخص ده بيفكر إزاي وهو جواه إرهابي ولا لا دوز بس على منطقة الدين دوز بس اطرح عليه أسئلة انقض الفكر الديني بتاعه طبعا في إطار في إحترام ومحبة وتقدير بس اطرح أسئلة شوف رد فعله إيه شوف رد فعله إيه شوف عايش تعرف أسئل تأثير التربية عليك في البيت إيه في النحية الدينية شوف رد فعله لما بتلاقي كلام لا يطفق معاك في العقيدة أو الدين شوف الصورة اللي جواك أنا يا ما كتب لي ناس على الفيسبوك تعليق على الحلقات وغيره يقولوا لكده إحنا إنت لو قدامنا هقتلك وهاخد فيك سواب من ربنا شوفوا تعلم إيه اتقالوا إيه في البيت وصل للحالة دي إزاي لأنه فيه تغذية لناحية التعصب فيه تغذية فيه فيه أكل اللي بيأكله بيأكله في البيت فيه فكر موجود في البيت الأفقار الشائعة تحذيرات من ما تصحبش أو خلي نطاق أو صدقتك مع الآخر في حدود ديئة ما تقولش معاه ليه لأن الطعام بتاعه نجس لأنه ما بيسموش تخلوكش معاه ما تشربش معاه ليه أصلا إنت ما تضمنش ممكن يعمل فيك إيه الإشعاعات اللي بتطلع على الكنيس وعلى اللي بيحصل جوه الكنيس آه ده بيدخلوا أحضان وقبلات أفعال معينة جوه الكنيس وما عرفش حاجة خالص ما عرفش ان الكنيسة دي ده 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 كلمة كنيسة يعني بيت الله هو متصور ده ليه لأنه ده بيتقلوا من جوه البيت ده النشأة اللي تنشأ عليها ده الفكر اللي تقلوا نتيجة الموجود موروس ديني جوه البيت والموروس الديني ده كما هو انتقل إليهم من أبوين سابقين هكذا ينقلوه إلى الأولاد مع الموروس الديني ده هناك شائعات كثيرة جدا موروس عبارة عن أفكار شائعة جوه المجتمع تجاه الكنيسة تجاه المسيحي وانا انا انا النهاردة بتكلم مش من ناحية اكاديمية او دراسية او بحثية فقط لكن انا بتكلم كشخص اتولاتي في أسرة مسلمة ماذا كان يقال لي نفس الكلام اللي انا بقوله انا بتكلم من واقع يا جماعة احنا مش عايزين نغش بعض او نخدر بعد انا بتكلم من واقع كان بيقولولي كده بتقولش معه جوه الكنيسة فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة عدم زرقة طبعا اللي من مصر يعرف العبارات دي او اللي قالت له في الشوارع اربعة ريشة عدم زرقة ده كفتس ده ده كل التعميرات دي طيب لما الولد الصغير يسمعها جوه البيت لما يتغزى عليها لما يشب عليها لما يجبر عليها انت عايزوا بعد كده يعمل ايه عايزوا بعد كده يبص للاخر ازاي عايزوا بعد كده يتعامل معاه ازاي عايزوا بعد كده يصحبه ازاي يصدقه ازاي عايزوا ازاي هو ده المشكلة الاولى في تشكيل شخصية الانسان البيت بس مع ايه جوه البيت ايه الموروس الديني اللي موجود جوه البيت ايه الافكار الشائعة المسيطرة على البيت اوه وللأسف على المجتمع كله بتنتقل إلى البيت إيه الأكاذيب اللي بتنادى عبر الفضائيات على المسيحيين طبعا يعني حدس ولا حرم كم من الأكاذيب من الشيوخ بتتقال على المسامع المسلمين أنا عن نفسي مرة كنت راكب تاكس وشريت مشهور جدا لشيخ مشهور جدا اسمه الشيخ كيش لكن أشكر رب أن أنا سمعت الحدث ده بعد الإيمان وطبعا صاحب التاكس لما اكتشف أن أنا وصديقي مسحيين أحب يأمل جميلة فينا راح مشغل الشيخ كيش الشيخ كيش بيروي إيه بيروي أن فيه شيخ راح زار الفاتيكان قبل أسكف كبير وسأل الأسكف عن لماذا لم تتزوج قال له كيف أتزوج والزواج نجاسة أنا رجل قد خصصت جسدي طاهر لله فطبعا الشيخ قال بقى فرصة قال له أنت ترفض الزواج وترفض أن تنجس جسدك وقد زوجتم الله لمريم وجعلت له ولدا طبعا بناء على إيه الشيخ كيش قال الكلام ده بناء على كثير جدا من الآيات اللي موجودة في القرآن أن يكون للرحمن ولدا ولم تكن له صاحبة هو ده الفكر الخاطئ اللي موجود في القرآن القرآن فيهم أن المسيحين جوزوا ربنا للعذراء المتوابة مريم حاشة طبعا وأن العذراء خلفت المسيح اللي هو ولد الله اللي جاء نتيجة لعلاقة جسدية علاقة جنسية علاقة تناسلية مبين طبعا حاشة الله والعذراء ده الموروس اللي موجود وده اللي بناء عليه الشيخ كيشك اخترع القصة دي طبعا لا يوجد أسقف على الأرض هيقول الكلام ده لأنه أي واحد أي طفل صغير المسيح في مدارس الأحد عارف أن الكلام ده دي تخريف وخزعبلات ليس لها أي وقع خالص لأن المفهوم أن المسيح ابن الله مختلف تماما 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 عن المفهوم اللي وصل لك من البيت أو من الشيخ أو من الإزاع أو من القناة أو من الكتاب أنه الله يجوز للعذراء مريم حاشة 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 الله روح الله روح ليس كيام مادي يتزوج ويتناسل الله روح وبناء على الموروس الديني اللي أنا بتلقاه في البيت هاعرض عليكم حاجتين دلوقتي حاجة الأولى فيديو لمزيعة تويتية شوفوا بتقولي على الصليب وإيه قالت الكلام ده ليه للتربية الأفكار الشيعة في المجتمع الأفكار اللي بتتلقاه في البيت حاجة تانية هنشوف بوست كتبه إسلام يكن أو أبو سلمة الشاب اللي بقى منضم الداعش وشوفوا خليونا نشوفوا قال إيه عن المسحيين وقال إزاي شهوة قلبه أنه هو يقتل كل نصراني كما يقول شوف الأول الفيديو بتاع المزيعة بتاع الكويت ونرجع نستكمل تشكيل شخصية المسلم هذا يا جماعة سيف يسور ممكن تحط عليه الكاميرا أوكي على الهواء هذا سيف كاهو هني شدي هذا سيف هذا مو صليب أعوذ بالله بس هذا اللي أقدر أقولك بس علشان اللي ما كان شايف الحلقة اللي طافت ويد صارت عليه صار على السيف كلام قالوا أنه أنا لبسة صليب كانت ممكن المزيعة دي تقول أنه تنفي أنه أنا مش لبسة صليب تقول لا ده مش صليب ده سيف وبس ليه كلمة أعوذ بالله ما الحاجة أن هي تقول الكلمة دي أعوذ بالله وكأن الصليب يعني يعني جرم مصيبة فضيحة كارثة عار أعوذ بالله يعني إزاي وصلت أنه هي يعني المفروض الإنسانة دي يعني بتقدم برنامج خاص بالفن والموسيقى المفروض الفن والموسيقى الموسيقى غزاء للروح المفروض الفن والموسيقى بيتطور شخصية الإنسان بيعرف يخليه تكلم زي واحدة على قناة كبيرة مشهورة وتطلع تقولي الكلام ده أعوذ بالله هل لا تراعي أن هناك مسيحيين يشاهدون هذا التعبير ويسمعون هذا التعبير اللي بتقوله أنا ماهمني شي قالت إيه الفيديو لا يمثل لي أي شي لكن لنا عايز أقوله أحنا بنتعلم إيه؟ بنتعلم إيه؟ بنتعلم إيه؟ طب ما الصليب ده هو رمص هو افتخار عند فئة كبيرة جدا من العالم أقول أعلى ما شاء الله بالصليب أنقض الصليب لكن ليه تقول أعوذ بالله؟ لأن ده الموروس الديني اللي بتتعلمه جوا البيت لأن ده الأفكار اللي موجودة في المجتمع بتتعلم إيه عن الآخر قليلا نشوف البصت بتاع إسلام ياكل لو جاهز ونشوف الشاب ده الموروس البيتي والتربية حولته الإيه ووصلته الإيه لو يكبر شوية عشان الناس تقدر تقرأه وتبص عليه أقول كده أنه تقريبا أنا لا أشتهي شيء غير قتل نصراني وقتل نصراني بالنسبة لي يعني وسفك دماغهم وي وي يعني عنده حاجة كبيرة جدا هذا الشاب وصل إزاي للأفكار دي خلاص شكرا وصل إزاي للفكرة ده وصل إزاي أنه يفقر بالطريقة دي وصل إزاي أنه يفقر أن كل شهوة قلبه كل أمنيته في الحياة أنه يتشفى وأنه يتمتع بسفك دماء النصارى وقتل النصارى الموروس الديني اللي تلقاه في البيت ماذا كان يقال له في البيت المادة اللي تعلمها في البيت اللي كان بيتقاله في البيت بتسألوا لي دول إرهابيين والإجابة قل له علمتوا إيه في البيت نقطة تانية المدرسة تأثير المدرسة على شخصية الإنسان طبعا عامل مهم جدا في تشكيل شخصيتنا كإنسان وفي توجيه الشخص أن يكون ناجح أو غير ناجح أن يكون متدين أو غير متدين أن يكون صالح أو غير صالح فهو يرجع إلى عاملين مهمين جدا المنهج التعليمي والمعلم المنهج التعليمي والمعلم وأنا بتذكر في فترة الإعداد والسنوة في مصر ياما درسنا قصص عبقرية عمر بن الخطاب حد فاكر والتباهي والافتخار إزاي عمر بن الخطاب كان بيرسل الجيوش لمحاربة ومقاتلة غير المسلم الغزوات اللي سمت فيما بعد فتوحات وكأن كانت هذه البلاد مغلقة بمفاتيح ومصاريع وكان على المسلمين أن يزابوا ويفتحوها تسمى فتوحات ويغزوات ماذا صنع خالد بن وليد ماذا درسنا عن خالد بن وليد تعمل إيه للطالب اللي بيدرسه وبيعرى بيقرى خالد بن وليد عمل إيه بيقرى عمرو بن العاص عمل إيه بيقرى في المدرسة بيقرى آيات القرآن أنت بتشكله إزاي ويا سلام بقى لو المعلم متدين شوية ويا سلام لما يتوسع ويشرح الأمور دي بالإداية مقالة كتابة الأستاذ خالد منتصر في جريدة المصر اليوم بيقول كده يقرأ في أول الصفحة في قصة عقبة بن نافع عارفين قصة عقبة بن نافع دي بتدرس على مين؟ على طالب الصف الأولى الأعدادي اللي لسه بينتقل من مرحلة الإبتدائية للإعدادية أول ما بيدخل الأعدادية يعني بيبدأ بقى عنده 12 سنة 13 بيبدأ بقى يحاول يفكر يقرأ يحفظ تتشكل شخصيته أول ما بيدخل أول حاجة بيتلقاه في قول أعدادي دراسة قصة عقبة بن نافع وما زالت تدرس وما زالت تدرس جو المناهج التعليمية في مصر بيقول استاذ خالد منتصر بيقول كده يقرأ في أول الصفحة سؤال عقبة بن نافع عقبة بن نافع بيسأل متى نلتقي بأعضاء الله ثم يسمع أوامره أو يسمع أوامره بدرب الأعناق جابتها منين يا عقبة بن نافع؟ سورة محمد اضلقيتهم الذين قفروا في ضرب الرقاب فعقبة بن نافع الولد الصغير اللي عنده 12 سنة بيقرأ القصة بتاع عقبة بن نافع وعقبة بن نافع بيعطي أوامر للجيوش بدرب الأعناق وبعدها استاذ خالد منتصر بيقول وبعدها يطلب من الطالب باستخراج مواطن الجمال والكناية في عبارات مثل تطاير الأشلاء تناصرة الدماء فزع نساء الروم لما صارع رجاله هنا ده اللي بيدرس في مصر وتجي تقول لي الإرهاب يوصل إزاي وتشكل إزاي؟ وزارة التربية والتعليم السادة المسؤولين عن الحكم في الأنظمة العربية أنتم المسؤولين مسؤولية كاملة عن صناعة الإرهابي لما وضعتم في المناجي التعليمية هذه القصص لول كده لماذا تفرد وزارة التربية والتعليم على التلاميذ الذين ما زالوا في سن البراءة والباهية والتفتح قصصاً عن الحروب والدماء وقطع الرؤوس وضرب الرقاب وفرض الجزية والحد على القراهية الآخر وتخيلوا بعد ذلك تطالبهم وزارة التربية والتعليم باستخراج مواطن الجمال من بين ركام كل هذه الجماجم إحنا بنقدع نفسنا هؤلاء لا يمثلون الإسلام طب ونتدت له إيه بقى؟ علمته إيه؟ شكلته إزاي؟ شكلته شخصيته إزاي؟ قلت له إيه؟ خليته يقرأ إيه وصغير قبل ما يفكر هو لسه في مرحلة البراءة والتفولة البريئة خليته يقرأ إيه شكلت دماغه وعقليته إزاي؟ أنا دلوقتي طالب قاعد في التخت وجنبية طالب مسيحي بقرأ إيه؟ أعداء الله هبص للجنبية وأرأى أنه إيه؟ عدو الله هبص أعمل إيه؟ سيدنا عجبة بن نافع سيدنا عجبة بن نافع بيقول إيه؟ اضربوا الرقاب تتطير الأشلاء تتناثر الدماء هبصوا للي جنبيها أقوله إيه؟ هقوله إنت حبيبي؟ إحنا بنفكر بطريقة غريبة وعجيبة بننفي شيء أنا اللي صنعته بنحاول نواجه مصيبة وكارثة جاءت على العالم كله؟ أنا اللي صنعتها يا من قلت يا ساكن البيت الأبيض يا من قلت هؤلاء لا يمسلون الإسلام والإسلام بريه هل رجعت المواد التي تدرس في المناجي التعليمية؟ هل رجعت هذه القصص؟ هل رجعت العبقريات اللي تدرس؟ هل رجعت سيرة خالد بن وليد؟ هل رجعت ماذا كان يفعل عمرو بن العاص في أقباط مصر؟ على أي أساس قلت هذا؟ نحن كنا مسلمين ونعرف ماذا تعلمنا ما هي المواد التي فردت علينا لندرسها؟ ما هي النصوص التي كنا نجبر على تحفيزها وسمعها وتسمعها وتوضع وللأسف عشان يزل المسيح أكتر يحطها له في قواعد النحو والصرف باللغة العربية ويلاء المسيح نفسه مطلوب منه أنه يعرب آياء كرآنية بتحدى على القرهية تده بتوصفه أنه كافر ومشرك وبعد كده تقولك شركاء في الوطن أي شركاء في الوطن إحنا بنجذب على بعض إحنا بنغش بعض إحنا مش بنقول الصراحة مش بنقول الحريقة يقول كده الأستاذ خالد منتصر تلميذ أول أعدادي المراهب لا يستطيع انتزاع هذه الأحداث من سياقها تاريخي سياق تاريخي يا أستاذ خالد ده الفكر الأول بتاع الإسلام كله ولو طالوا المسلمين في هذا الوقت أن يعيش الفكر ده هيرجعوا للفكر ده ده من سياق تاريخي فيظن أن هذه الحروب ما زالت دائرة طبعا دعيل صغير مسكين وأن ما انفردت عليهم الجزية وخيروا بين الدخول في الدين أو دفعها ما زال مطلوب منهم ليه مش قال الحويني وبرهامي بتحيز بالنور لناس للأسف أقباط دخل على قوائمه مش قال يجب أن تطبك الجزية الجزية ليست خدعوك فقالوا أن الجزية مقابل الدرائب ده كلام فاضي ده كذيب يروجونها هل الدرائب تدفع عن يد وهم صغرون لا الجزية شرط قرآني نص قرآني صريح وواضح في التوبة 29 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون هل الدرائب بتدفع كهكذا وهم صغرون يقول لك ما المسلم بيدفع الزكاة يبقى النصران يدفع الجزية وانا ده الزكاة ده أحد أرقان أرقان دينك تفرضه علي ليه طب ما أنا بدفع العشور في الكنيسة الزكاة قدام عشور تفرض علي بزيادة الجزية ليه كان يدفع الزمي اللي هو النصران يعني للأسف الضريبة والعشور في الكنيسة كواجب ديني والجزية والجزية عن كل من أم بتشعره عارفين كلمة كل من أم بتشعره طبعا أنا مش محتاجة يعني كل ولد وصل لمرحلة النضوج يبصوا عليه كده في أماكن معينة في جسده يشوفوا الشعر بتاعه بدأ ينبت كل من أم بتشعره يعني الولد بيبدأ ينبت شعره في الأماكن دي من سن 11-12 سنة مطلوب أنه يدفع عنه الجزية خلونا بلاش غش بلاش النفاق بلاش كذب بلاش ترويج أجازيب الجزية ليست ضريبة وليست مقابل الدريبة لم يكتب عن الضريبة يشغرون عشان كده يكمل الأستاذ يقول وأن الدماء هي مراد في البطولة الوحيدة تقدم هذه القصص على أن الدماء التي توسفك من الآخرين الذين رفضوا الدخول للإسلام وليس عندهم مستطاعة أن يدفعوا الجزية أن هذه الدماء هي رمز للبطولة رمز للفخر زي ما كتب خالد بن وليد إلى هيراكل وقال له كده نحن أمة تحب أن تشرب الدماء تشرب الدماء هذا هو خالد بن وليد اللي بيدرس قصصه على الطلب الصغار وأن الدماء هي مراد في البطولة الوحيدة سيظن أنه ما زال مطلوب منه كواجب غزو البلاد المجاورة الأوروبية والأمريكية كما غزى أجداده وفتح بطل القصة عقبة بن نافع ويسأل سؤال الأستاذ خالد منتصر ألا توجد قصص أخرى غير قصة عقبة بن نافع لكي تدرس في أول أعدادي وتفرض على تلميذ المسلم والمسيحي في منهج اللغة العربي ده الغريب بقى أن الطالب المسيحي مطلوب منه أن يقرى القصة دي مطلوب منه أن يقرى كل يوم واجب واجب يقرى كل يوم قصة بتهينه قصة بتوصفه أنه هو كافر ومشرك وأن دماغه حلال إن لم يدفع الجزية عن يد وهم صغرون وتيجي تقول هؤلاء لا يمثلون الإسلام عفوا كفى كزبا كفى تضليل كفى كزبا وكفى تضليل يقول الأستاذ خالد أنها بزرة الداعشية تزرع في المدرسة الأعدادية المصرية التي للأسف تمتلئ بمدرسين عشان كده أنا قلت منه التعليمي مع معلم بيدرس المنه ويا سلام لو كان المعلم ده متدين ومن أرباب أصحاب المترددين على الجوامع يتبنون أفكار متطرفة يجدون لها متنفسا في مثل هذه القصص التي يختارها أيضا مفتش اللغة العربية المتعصبين تحت مرأة ومسمع وزير التربية والتعليم ورئاسة الجمهورية آه يا رب ويقول كده القصة مليئة بمشاهد الدماء ومخاطبة المختلف في الدين خطابا مفرداته لا تصلح الآن في ظل دولة مدنية وهل الإسلام بيعترد بدولة مدنية تحترم حقوق المواطنة واحترام خصوصية الدول وحدودها وسياستها فمفهوم الجهاد بالقاموس القديم وتحت ظروف ومولاباسات مضى عليها أكثر من ألف سنة اختلف ده المفروض وصار غزو البلاد بالأسلحة الآن في القرن الواحد والعشرين لمجرد نشر الدين يعتبر عمل إجرامي يعاقب عليه القانون الدولي إذن لو كان هناك قانون دولي وقت هؤلاء لعقبوا وحكموا كمجرم الحرب ما المفاهيم التي تريد وزارة التربية والتعليم ترسيخها من خلال هذه القصص هناك مكان اسم المكتبة المدرسية من حق الطالب أن يقرأ ما يريد بمنطقة الحرية ولكن الحصة المدرسية لابد أن تغضع لوزارة لمناج الوزارة فنقرأ معا بعض الاقتباسات من قصة عقبة بن نافع المقررة على تلميذ أولى عدادي اللي لسه لتوه خارج من مرحلة الابتدائية وما زال على عتابات الطفولة لنرى صفحة 19 يقول كده من امتنعوا عن دخول دين الإسلام طيب لما يقرأ المسيح الكلام ده يفكر فيه لما أرى أنا ولا أعجم بزميل مسيحي الذين امتنعوا عن دخول الإسلام طيب منازمي للأعجم بيه مش داخل الإسلام هفكر فيه فقد ردوا بدفع جزية سنوية قدرها 13 ألف دينار ده مش كلامي ده كلام القصة بتاع عطبة بن نافع اللي بتدرس في أولى عدادي ويحكي عن أهل برقة ويعرف الجزية بأنها أحد خيارات ثلاث هي الدخول في الإسلام الجزية أم الحرب اختيار كلمات أعضاء الله وتقرارها في وصف المخالفين مثال صفحة 25 وهذا استدعاء من القاموس لمطلحات تؤجج نار الفتنة فمن يضمن لنا ألا يتهم التلميذ المراهق جاره المختلف عنه في الدين بأنه عدو الله أعلن عبد الله بن سعد في الجيش الإسلام أن من يقتل جريجريوس فسوف يعطي ألف دينار ويزوجه ابنة هذا الملك المستبد صفحة 40 وفي نهاية الفصل تنتحر ابنة الحاكم خوفا من السبج والأسر أمر عقبة بإحضار هذا الملك ماشيا وبذلك بأن تحول خيول المسلمين المنتشرة في شوارع المدينة بين الملك وبين موقفه حتى يتجرد من عظمة الملك ويأتي الملك حافيا ساقطا خادعا مزلولا أمام عقبة بن نافع والغريب إيه بقى أنه دول جايين من صحراء يسرب من صحراء الشبك الجزيرة العربية رايحين محتلين بلاد ويزلوا ملوكهم عشان يعملوا ايه؟ ينشروا دين الله الحقيقة يعني صفحة 84 استدعاء قاموس حزب الله وحزب الشيطان صفحة 89 مشاهد دموية تدرس على الطفل الأعدادي صفحة 96 ضرب هامات الرؤوس وقطعها صفحة 107 الجواري وسبي النساء ليكونوا ملكات يمين وفي الآخر هؤلاء لا يمثلون الإسلام طيب وبعدين نعمل ايه؟ طيب خلونا نشوف مش هكتفي بقراءة الاستاذ خالد منتصر لقصة عجبة بن نافع اللي بتدرس ومقررة على أولى عدادي اللي كلها مشاهد في كل صفحاتها بتتكلم عن البطولة عن الدماء عن قطع الرؤوس عن سفك الدماء عن تطاير أشلاء الجسس والأجساد خلونا بقى نشوف الأستاذ إبراهيم عيسى يقول ليه في فيديو إبراهيم عيسى يصرخ بسبب التعليم المقررة في الأعزل نشوف الفيديو ده طيب أعبالي ما يجهز الفيديو فيديو رقم 2 إبراهيم عيسى يصرخ بسبب تعليم المناهج الأعزل بسبب تعليم الرسول خلونا نكون بنفكر المشكلة قدامنا والمرض قدامنا نتساءل من أين أتى المرض نتساءل كيف صنع الإرهابيين صنع الإرهابيين من خلال النص والمناهج والقصص التي تفرض عليهم في مراحلهم العمرية الأولى خلونا نشوف أستاذ إبراهيم معي ما هو إذا كان على كده ما عملوا رسوم ضد صد المسيح في المجلة وعملوا رسوم ضد اليهودي وضد اليهود رحوا أتلهم طيب حاجة تانية انت بقى حسيسك بتجرح قوي لما يساء لدينا شكرا على هذه العاطفة الجياشة طبعا انت بتسيق لديناك للنهار ومع ذلك ما بتستحملش الغريب خلاص ماشي شكرا وانت بقى وانت بتسيق للأديان الأخرى ساعتك جوامعنا بقى وهي بتسيق للأديان الأخرى كل يوم جمعة تلاقي خطيب طالع يشتم في المسيحيين يهين المسيحية واليهودية المفروض يعملوا إيه هما بقى واحد مسيحي كده عاد في بيته والميكروفون عمول في البلكونة ودب بقى اللي حرفوا الديانة اللي محرفوها مش عارف ايه وان النصار ايه ايه راية مش هو الفيديو لكن فيه فيديو تاني لأستاذ إبراهيم عيسى وبيصرخ بسبب تعليم وبيكلم عن الكتب اللي بتقرر وبيقرأ صفحات ايضا زي ما قرناها دلوقتي هو مفروض فيديو راكم اتنين جاهز نشوفه ونرجع في كتاب الأزهر مقرره على الطلبة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المقرر على برحلة سنة وإزهاري بصفحة 92 قتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر بيعلمنا هو دينا نقي ده الأزهر ويجوز قتال الكفار بغير انذار وبغير أن يدعوهم لدين الإسلام لأن شيوع الإسلام قام مقام الدعوة إليه ده صاد 200 واحد السيد فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحربوهم ونصبوا عليهم المجانيق وأفسدوا زروعهم شو يقول لك وتعليم الرسول بأنه ما تقصروا الشجرة ما تقصروا الشجرة أهو إيه رأيكم في تعليم الرسول وأفسدوا زروعهم وأشجارهم وحرقوهم ورموهم وإن تطرسوا بالمسلمين تصدق إنت بقى تعليم الرسول وأوامره في القتال ولا تصدق أبي شجاع اللي بيتدرس في الأزهر وإنما تسعى لنفسك هم قال ليه بيعملوا كده داعش بعملوا كده ليه إحنا هنستعبط بيعملوا كده ليه موجود في القتب موجود في الفكر المقدس التطرف والإرهاب والغلو موجود في الفكر الذي قدسه المسلمون مش في الدين اللي بقعد عنه المسلمون أهو صد 293 وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب لأنه لا مصلحة في ذلك لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره والمرتدون وعبدة الأوسان من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ولا تتم موادعتهم أبدا ده صد 295 ده طلبة الأزهر في السنوي ما هو بيعلمنا دلنا خالصا نقي خد بالك كمان عشان هم بيتحكوا عليكم بينصبوا عليكم اللي قلوا لا ده احنا بنعرض الأفكار طب لما يعرضوا الأفكار دي ولما الطالب يقراها وهو في مراحل السنوية العام عرفتوا لي أن معظم القادة معظم القادة تلك الجامعات التكفيرية والدعوات الإسلامية كلهم خريجي جامعة الأذر عرفتوا لي أباكر البغدادي معاها شهادة في الدراسات الإسلامية فق الإسلامي ووصل للمرحلة دي ما حدش يقول لي ده ظروف مادية ما حدش يقول لي ده كان فقير فعشموه بألف جنيه ولا ألف دولار ده كلام فاضي ده كلام بنخدر بي نفسنا ده كلام بنضحك بيه ده كلام بيستهلك بنضحك بيه في الأعلام بنخدر بي الناس أنت بعد ما تدرسل الكلام ده في الأزهر يعني بيقولوا الأزهر منارة الإسلام الوسطي طب ما الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع ده في الفقه الشيعي في الفقه المتأسف الشافعي دراسة الجهاد ومعاملة الآخرة ومعاملة أهل الزمة في الفقه الشافعي أنت بتدرس إيه؟ بتخزن إيه جوع كل الناس بتشكله شزاي وبعد كده تجي تلومه وتقوله أنت إرهابي ليه؟ يا ما شفنا بنات بتخبق قنابل وملطوف وتدخل بيها جامعة الأزهر تفجرها يا ما شفنا أولاد بيفجروا جوه جامعة بيكسروا بيتعدوا بيعتدوا على رئيس الجامعة ووصل لمرحلة دي إزاي؟ الموضوع مش عشان اختلاف سياسة اختلاف سياسة لا يؤدي للعنف ولا القاك ولا المسكو قنبلة ولا رمي ملطوف ولا غيره لا ده فيه حاجة غلق جوه فيه تشكيل شخصية غلق جوه نتجة عن إيه؟ نتجة عن تعليم بيقرأه في الكتب كل يوم بيدرسه بيتعرض عليه بيحفظه بيمتحن فيه مطلوب أنه يجيب فيه أعلى الدرجات وهذا التعليم بيتغلغ الجواه وبيتركن جواه وبيتأسس جواه وبيدفعه بعد كده أنه هو يتعامل مع الآخر أين كان الآخر بقى مسيحي يهودي شيء أين كان مذهبه حتى لو سني لكن لا يتفق معه في المذهب لكن هو يرى أنه هو كافر مرتد ويرى في نفسه أنه يمتلك الحق المطلق هذه التعليم تدفعه لشخصية الإرهابي إذن الجواب على السؤال هل هؤلاء يمثلون الإسلام؟ نعم هؤلاء يمثلون الإسلام لماذا؟ لأنهم شكلوا من خلال مناهج تعليمية ترجع إلى فق ديني وإلى نصوص وإلى قتب تراث وإلى أحاديث محمدية قرأها حفظها عشها هل تلموه أنه يعاش اللي بيقراب يتعلمه في الأظهر بعد كده نجي تلموه ونقوله أنت إرهابي ليه؟ طبعا أنت اللي علمتني إذن السؤال الثاني ما هو المصدر الذي بني عليه الإرهاب وأسس عليه الإرهاب المناهج التعليمية والنصوص وقطب الفقه والتراث والسنة الجواب واضح مش عايز أنت تشوف أنت برحتك بس الجواب واضح يبقى الفئة الأولى البيت الفئة الثانية المدرسة الفئة الثالثة المسجد والمسجد والمسجد بقى أقول زي ما أنت عايز أقول زي ما أنت عايز يعني في كل خمسين متر تلاقي جامع في شوارعنا وما أكثر الجوامع والزوايا وما أكثر اللي بيفت جواها ماذا يقول الشيخ في خطبة الجمعة عن الآخر؟ ما هي المادة التي تقدم على المنابر وفي المحاضرات الدينية؟ أنا ماليش في السياسة لكن تلاتين سنة طركت الجوامع ليد السلافيين والإخوان كان بيشحنوا في الناس ده لي إزاي؟ يقولوا لهم إيه؟ بيعلموا إيه جوه الجوامع بيسمعوا إيه؟ جوه الجوامع بعد كده جم منين فجأة لقينا ملايين رفعين الرايات السوداء فجأة في كل مكان في كل الشارع في كل مدينة في مصر في كل مدينة في الوطن العرب ملايين؟ بسبب إيه؟ الخطب اللي في الجوامع المساجد إيه اللي بيتقال؟ إيه اللي بيتقادم؟ الحاجة التالتة أو الرابعة قلنا إحنا أربع دواير أربع محاور تجاه الأول أو المحور الأول البيت بعد كده المدرسة بعد كده المسجد محور التاني المجتمع نظرة المجتمع للآخر ماشي إزاي؟ على الورق مواطن لكن في الحقيقة نصف مواطن غير مواطن مواطن من الدرجة التانية المجتمع كلمة تعني دواير كثيرة جداً المجتمع تعني الأصدقاء والجيران وما لا يتأثرهم على الشخص المجتمع يعني السياسات العامة للبلد والاتجاه العام للبلد عايز يوصل لإيه وعايز يود الناس فين ويغمض يعنيه على حاجات معينة ويطنش ويسيب حاجات كتيرة قوي 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 بتحصل من خطف بنات من اختصاب من تعدي على أماكن العبادة للآخرين المختلف معايا في العقيدة حاجات كتيرة جداً والشيخ الشيع اللي حرقوه حسن شحات في الجيزة أنا بس بكلم على المختلف المسيح ده انت حتى اللي جوه دينك اللي بيقول معاك لا إله لله اللي بيعرك رؤانك اللي بيحج معاك كتف بكتف أنت بتحرقه وحرقته قتلته جوه البيت والدولة غمض عينيك ليه لأن تجاه الدولة عايزة تروح فيين أنا بتعامل إزاي مع الآخر الميديا اللي في المجتمع الميديا اللي في المجتمع هل هناك قناة فضائية قناة أرضية تلفزيونية تعطي مجال للآخر إن يعبر عن نفسه أنا أعتقد وأذعم يعني لحد سنة 94 لما كنت عايش في وسط آلي لم أسمع على الإطلاق في أي قناة أرضية تلفزيونية اللي المسيحيين دفعين درايبهم في الدولة اللي فلوس الدولة عملت القنوات دي لم أسمع على الإطلاق شخص المسيح بيقول عن إيمانه مع مقابل بقى ساعات ساعة زمان وانا صغير كانت ماتشات القرى تيجي على الساعة 3-4 العصر قبلها على طول الشعراوي وقبلها على طول برنامج دين نور على نور وقول في حق الآخر والآخر يعني ما يقدرش يفتح بق ما عندهش قناة أمتى القنوات المسيحية بدأت العربية أواخر التسعنات ما قبل أواخر التسعنات ما كانش في أي وسيلة أخرى المسيحي يستطيع أو يتجرع أن يتكلم من خلالها لكن كان الاتجاه خط واحد هو الخط من خلال المدية الأرضية أو الفضائية تقول لها بتصب في تحقير الآخر تصغير الآخر تكفير الآخر وصفه بكلمات صعبة جدا وكما قلت في بداية الحلقة وهناك الكثير من الأكاذيب التي تقال على فم شيخ قبار لهم تابعين لما يطلع العريفي ويخترع قصة قلت لك أنا قابلت أسيس وقلت له أسألك سؤال ربنا ليه ابن واحد ليه تلمعه بيحب الأولاد والبنات ليه ما عندهش بنات ليه ما عندهش خمسة ليه ما عندهش تلاتة طبعا قصص خيالية وأكاذيب تروج عبر الفضائيات وعبر القنوات وفي الجوامع والمنابر والمدية الأرضية والمسلم قاعد في البيتها يسمع أي يعني ما دي المادة بليتلقاه مثال مثال عبر اللي كان بيقدم عبر الفضائيات ويسمعه الشباب الشيخ أو الأستاذ صفة حجازي شوف صفة حجازي في برنامج شهير اسمه دماء في المحروسة أو دماء على أرض المحروسة بيقدم إيه وبيفتخر في برنامج في قناة فضائية بيفتخر بيقول علي ابن أبي طالب كان بيوصي أولاده إزاي ولعايزة شوفك مردود ده على الشاب والولد اللي أعجوا البيت مردوده إيه شوف الفيديو بتاع صفة حجازي وعلي ابن أبي طالب فيديو رقم أربعة سيدنا علي ابن أبي طالب وهو يودع سيدنا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة يقول لهم إيه بقول لهم اخرج فقاتل في سبيل الله وقاتل بما يصر به جدكم قاتلوا بما يصر به جدكم محمد صلى الله عليه وسلم وإن استشهدتما اللي يستشهد منكم فأقرئوه من السلام تخيلوا تخيلوا أقرئوه من السلام هذه رواية في رواية يقول لهم لو انهزمتم وانسحبتم وانخزمتم مش عاوز أشوفوا الشكم كونوا قاتلوا شرف بني هاتف يعني أنا عايزة تحكم على نفسك أنا مخاطب أخوات المسلمين خلونا نفكر بضمير حي لأن الله وضع في داخلنا صوت صوت الضمير لما تقعد قدام قناة اعلامية لما يقعد ابنك الصغير اللي في اعداده السنوي قدام قناة اعلامية فضائية ويسمع الكلام ده فرحوا جدكم علي بن أبي طالب على لسان سوفة حجازي فرحوا جدكم بيقول لأولاده طبعا فرحوا ازاي قاتلوا القتال اللي يصر به النبي فيه قتال ما يصرش النبي وفيه قتال يصر النبي شرب بين هاشم بين أيديكم أسداء فكر القبيلة العصبة هو ده الإسلام بنية على هذا فكر القبيلة والعصبة عشكرا تلاقي الشخص هيموت لو سمع كلمة ليه لأن فيه فكر عصبة جواه فكر قبيلة جواه شرب بين هاشم بين أيديكم يوصيهم بقى ايه هو القتال اللي هيفرح جدكم كونوا مقطعي رقاب ضاربي عيدي وهل ده مش موجود في القرآن يلي بتتهموا بس التراث وكتب السنة والسيرة هل ده مش موجود في القرآن افتحوا صورة محمد أي أربع ازلقيتم والذين هكفروا فيه ضرب الرقاب بتلوموا ليه بتلوموا ليه الناس دي توصية تعالى ابن أبي طالب لأولاده الحسن والحسين طيب نشوف فيديو تاني يقدم عبر الفضائيات لنفس الشخص في نفس البرنامج توصية مين عمر بن العاص لابنه عبد الله نشوف كان بيوصيه ازاي بيقوله ايه تفضلوا نشوف وكان بيحصل ايه في مصر ابن عمر بن العاص يقول لابنه عبد الله يا عبد الله كن نعم الولد لنعم الوالد فقد رأيتك تقاتل مرارا وما كان يعجبني قتالك فعليك بهام الرؤوس لا بجزور الرقاب عبد الله عمر بن العاص بيقول لي ابن عبد الله انا شوفتك بتقاتل قبل كده وما كانش عجبني القتال بتاعك ليه لان انت بتضرب جزور الرقاب بتضرب من الجزر من هنا عليك بهام الرؤوس اضرب افلق الرأس او اقطع الرأس نصين ده ايه ده الناس دول بيعلموا ولادهم ازاي بيعلموا ولادهم صدقت يا صفة حجازي الناس دول بيعلموا ولادهم ازاي بيتعلموا اولادكم يسمعوا ايه امثال هؤلاء امثال هؤلاء لا اتكلم عن شخصي ولا شخص من الامور لكن اتكلم على ما يتكلم به صفة حجاز عمر بن العاز بيقول لي ابنه انا مش عجبني قتالك قتالك ده مائع شوية انت بتضرب الواحد في بطنه لا 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 القرآن اللي بيوصينا بضرب البطن القرآن اوصانا بقطع الرقاب اضرب في هامة الرأس شوق الرأس نصين بعد كده من اين اتى الارهاب هل الارهاب صانيعة امريكية هل الارهاب صانيعة اسرائيلية هل هؤلاء صانيعة المخابرات الاسرائيلية طب ما حتى لو صانيعة المخابرات ولا 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 طب ما مستغلين النصوص اللي عندكم مستغلين حب الدماء اللي موجود في التعليم اللي بيقدم ليك حتى لو فيه مؤامرة انا لا استسنى هذا الامر لكن لكن ليه 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 مش اي واحد بيروح لانه فيه ناس عنده حب الدماء جاي منين من النص جاي من الطراص جاي من القصص اللي بيفتخروا بها لما برنامج زي ده يقدم يسمعوا ملايين اطفال وشباب واولاد صغار تخيل هاعد اعمل ايه وانا انا بقول على نفسي عندما كنت اقرأ هذه القصص عندما كنا نسمع المحاضرات في الجوامع كان بيبقى الواحد قاعد يعني نفسه يطلع يمسك كل اللي موجودين يقتر فيهم ويدبح فيهم ليه اخدم دين الله عايز اخدم دين الله عايز اجاهد في سبيل الله كاننا زمان ما كانش فيه بقى على كمبيوتر ولا يوتيوب ولا الكلام ده كله كانوا يجيبونا الفيديو وشورية الفيديو وشورية حاجات متفابركة لجنود السوفيت وهم بيعملوا ايه وقت الحرب بتاع افغانستان ويقولون دي حروب صليبية طبعا فيه كذب زي ما بيقولوا برما بلد مسحية بتقتل المسلمين زي ما بيقولوا حروب الصليبية انها حروب مسحية كذب ترويج كذب في كذب برنبا البلد البوزية بقت مسحية عشان تقتل المسلمين طبعا القصص لها ابعاد تانية والسياسة لها ابعاد تانية دي حروب سياسية ودي حروب قوميات ونزاعات قومية ملاش علاقة بالدين خالد لكن المسلمين ياخدوها ان دي حروب صليبية ضد الإسلام لانه عايش فكرة ان العالم كله بيكرهه ان العالم كله ضده واللي غرز اللي غرز الفكرة وزرع الفكرة دي يقول قرآن وهنتكلم عليها بعد شوية بوم اللي بيتقدم ده يأثر ازاي في المستمع والمشاهد لما أنا وعد أسمع الحاجات دي أتأثر أعمل ايه أخو قرار ازاي أفكر ازاي أعمل ايه لما أسمع ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعلم ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يا حبيبي اقتل كويس اقتل في الرأس شك هامة الرأس لا تقتل برحمة لكن اقتل شك هامة الرأس لما أنا أسمع عن علي بن أبي طالب قرم الله وجهه يعلم سيدي شباب الجنة الحسن والحسين جدكم عايز يصر بطريقة قتلكم كونوا قاطع رقاب وقاطع أيدي أفعل ايه أتعلم اين أفكر ازاي أتعامل ازاي مع الآخر لما يتشحن جوايا نظريت المؤامرة اللي نتكلم عليها بعد شوية أو يمكن في الجزء التاني أفكر ازاي أتعامل مع الآخر أربع دواير والعامل المشترك ما بينهم النص الديني وكتب التراث والمادة التعليمية البيت المدرسة الجامع المسجد يعني والمجتمع تعالوا المسلمون في أربع فئات بناء على خبرتي وبناء على أني كنت مسلم سابق وبناء على الواقع اللي بنقرأه وبنسمعه أنا أرى المسلمون منقسمين إلى أربع فئات الفئة الأولى المسلم العادي المسلم العادي ده يعني غالبا من وسط المليار وستمائة مليون ألاقي فيهم المليار ده مسلم عادي جدا الإسلام بالنسبة لي هو أبوين مسلمين ورأس طلعت عليها وجدت أبائي وعلى ما وجدت أبائي أنا سرت لا يعرف عن الإسلام سوى أركان الإسلام الخمسة وبعض المبادئ العامة التي يتلقاها في البيت أو المدرسة أو المسجد وعندما يتواجه بهذه الأحداث وبهذه الأمور الموجودة في كتب السنة والتراث تجده ينفر وينزعج ويقول أنت تفتري على رسول الله لأنه لا يعرف لأنه لا يقرأ لأنه لا يعرف لا يعرف أي شيء هو كل الإسلام بالنسبة ليه صلاة الصوم حج الزكاة ويشاهده طبعا في الرقم واحد هو هذا الإسلام بالنسبة ليه لكن لا يعرف أي شيء عشان كده عايش في حالة إنقار مستمر عايش في حالة إنقار لا لا مش معقول لا 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 مش معقول مش معقول يكون ده مش معقول يكون موجود في الكتب عايش في حالة صدمة الفئة التانية فئة المجملين أو نسميها بانقصين الإسلام الجديد هذه الفئة نراها بكثرة على شاشات القنوات وهم يصنعون إسلاما جديدا لا يتوافق مع قتب السنة والتراث لكنه يتوافق مع روح العصر الحديث من قيم إنسانية وحضارية وتقدم تكنولوجي وهم ينكرون كل شيء ولا سيما قتب السنة والسيرة يعترفون أن هؤلاء يمثلون قتب السنة والتراث لكنهم ينكرونها يفصلون ما بين محمد القرآن ومحمد السنة وأدعوكم أن تقرأوا مقال كتب الأستاذ إبراهيم عيسى اسمه محمد القرآن ومحمد السنة يبتدعون في خلق تفسير جديد للقرآن ويحاولون حصر نصوص القرآن في زمن قديم ويبتعدون عن جميع المفسرون الأوائل ويرفعون شعار دائم هؤلاء لا يمثلون الإسلام الصحيح لكنهم يمثلون قتب السنة والتراث والسيرة بناء على إيه بيفكروا كده بناء على متأسرين جدا بالثقافة التربوية التي تلقوها في مدارس خاصة أو اختلطهم بالأفكار الغربية والمجتمعات الغربية هم يتحدثون بناء على أفكار تعلموها أو بيوت تعلموا فيها وحجبتهم في الصغر عن المادة بتاع التعليم الإسلامي الفئة الثالثة عكس الصورة اللي موجودة جواك ودائما قلت كده كان كثيرون جدا فرحون في الداخل لما حدث للأبطال الأقباط اللي زبوحوا في ليبيا لكن يتكلمون كلام ليس هو الموجود في أعمق وما يشعرون به المسلمين دول يعني بيكلموا كتير لكن عكس اللي جواه لأن فيه حاجة اسمه طقية ربما أكبرتهم الظروف ربما أكبروا أنه هو شغال مع صاحب عمل مسيحي ساكن في مجتمع غربي أيا كان لكنها فئة الطقية نسمع الأستاذ عمر أديب بيقول إيه على هذه الفئة اللي سماها النفاق نسمع الفيديو ده هنا بلد لغاية من أربعة أيام كانوا بيطلعوا تصريحات إن اللي خش الكنيسة كافر هو ده التفكير بتعمل طب عايزوا يحب الناس اللي جواه كنيسة إزاي كافر قال لك السيسي ده كافر لدخل الكنيسة اللي يخش الكنيسة ده كافر طيب أنا كطفل أو أنا كشاب ما أسمع الكلام ده أحب الناس دول إزاي أو أعرف أتعامهم إزاي اللي هو بقى إيه بنقول الكلام بتاعنا بقى وده صديقي وده حبيبي وامتزاج الدم والهلال ويا الصريب كل ده فطش كل ده هزار كل ده مش حقيقي كلام اهلاك يقول لك أصلانا ليه واحد صاحبي أما كنا دايما بقى وما كنا صغيرين كان جانبي ولما كنا بنعبر قناة سويسة ده إنت بتربي إيه إنت مربي إيه حزب النور طلع عليك إحنا ملناش دعوة موضوع التهنيئة عمرنا ما هنهني مساحين هبدا ده حزب حزب كبير كمان يعني نهني مساحين تجننته طب دواء القلب اللي إنت بتاخده ده اللي عملوا مين يعني بتاخده ليه العربية الألمانية اللي إنت راكبها دي يعني إش معنى ما ينفعش تعمل معافزي وبتتعم معافزي الصليب اللي موجود على علامة الزائد في الموبايل وفي الكالكليتر تستخدمه ليه تقدر تلغيه طب ليه راحين عايز بتروحوا وتعودوا عن المجمال بتعودوا عن دوم ليه يوم ما بتاعي بتروح تتعالج هناك ليه ده الراجل بقى الدكتور المسيحي ده يخش يقول لك صباح الخير وعمل إيه وبتاع وبشعار وياخد باله منك لأنك صديقه في الإنسانية هو ما عرفش انت مسلم ولا مسيحي ولا بوزي لين الناس دي بتفكر كده وحي مش عاقين نفكر كده طبعا أنا متأكد ان التلاتة إربع اللي بيسمعوني بيسيبولي 100 ملة دلوقتي ده كاف ده 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 الفكر الغربي ده ده لازم إحنا طب إشمعنا حاجتهم إشمعنا الموبايل بيبقى حلال إشمعنا الأستاذ عمر دي بيقولي إشمعنا ويسأل ليه أقبل دواء القلب وأقبل أنسولين وأقبل مش عارف الموبايل والآيفون وتحصل خناءات في الشوارع على المحلات في مصر وفي الدول العربية عشان يشتروا الآيفون سيكس وغيره 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 وبعد كده قفروا ليه لأنه تقيم لما تروح تعيش في بلده وتكتسب من خيراته وتنعم بالأمان في بلده تقيا والقفر فيه من جواك تبقى وعف قدام الموظف المسيح قفر فيه تقيا مش قادر تقولها بس بقفر فيه وانت شايفه كافر انت شايفه مشرك انت شايفه حطف جهنم تقيا نفاق 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 تقيا عنوانها النفاق التقيا عنوانها النفاق لا يدخل أحد ويقول لي ده مش في القرآن ده نص قرآني ده نص قرآني إلا أن تتقوا منهم تقاتل ده نص قرآني يعني تتقي تتقي شره يعني يعني سيسه خده على عقله على عقله غشه الضرورات تبيح المحذورات تقيا عايشين في تقيا مجتمع ومجتمعات غرآنة في تقيا مشاعر بغضة جوه القلب وإظهار كلام كلام شعرات ما لايش أي تمام ما لايش أي وقت ما لايش أي تغيير عشان كده لماذا لا نتغير لأننا نعيش نفاق نعيش نفاق نحن شعوب رضعنا نفاق رضعنا نفاق اتحاشى جوانا نفاق نجعجع لما نكون بعاد ولما نكون في وسط مجتمع يدفيني ويخل لكن لما كن قدام أي حاجة مصلحة مكسب أنت حبيبي ده أنا كان لي أصدقاء مسيحيين كتير قلت بحبهم قلت بكسر معهم ولا حاجة بتحصل ولا سنقولش بتكسره ولا غيره مسيحي حارب جميك في حارب أكتوبر وبعد كان بتكفره ده حزب النور ما قدرش يقول أن اللي ماتوا في ليبيا شهداء تقية تقية وإن قالت شهداء يقولك شهداء الوطن عشان هي يقولك ده يعني أعملوا دوروا دوروا عشان ما مجرحش لكن هو بالنسبة لتفكيره هو راح جهنم أحسن قلنا نخلص منهم ده كفرة ده مشركين ده حتى القرآن قالوا كونوا قردة تنخاسئين ده قردة ده أتباع ده أولاد القردة والخنزير تقية شعوب عايشة في النفاق أركب العربية وبكفر صنعها يدوين الدكتور المسيحي ولا جواه يمكفره أخذ الأدوية ولا بكفر صنعها تقية أعيش في المجتمع أكل من خيراته ببلاش أخذ معونات قد كده ببلاش ومكفر المجتمع تقية نفاق 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 دي أخطر فئة الفئة الرابعة أنا باعتبرها أصدق فئة وأسميها كده الفئة الصادقة والواضحة لو يظهر المخرج الفئة الرابعة هي بقى الجماعة بتاع داعش فأن صربت المجدس والقعدة والجماعات السلاء ده ناس صريحة ناس دغري وقال لك إحنا كده إحنا بنعيش النصوص لا عنده لا لف ولا دورات وقال لك الرسول قال جئتكم بالزبح أنا بدبح صورة محمد قالت ضرب الرقاب أنا بدرب الرقاب أنا بطبق النص حرفيا لا تقول لي بقى لزمن أصل النص ما كتمش في القرآن إن ده كان خاص بقبيل القريش لم يكتب نص من ضمن النصوص اللي ذكرها القرآن عن القتال وقتب جنبها شرط يساوي هذا النص فقط لقريش هل كاتب القرآن عجز إنه يكتب إن هذه النصوص كانت تخص زمن محدود عشان إحنا نيجب لأنه مكسوفين منها دلوقتي نيجي نقول ده كان تاريخ لا القرآن ما كانش تاريخ إذن لو قلت تاريخ إذن أنت بتحكم أن هناك نصوص في القرآن لا تصلح لكل زمن ومكان حاجة من اتنين أنا بفرض عليك إجابتين يتقول النصوص دي بتصلح لكل زمن ومكان يتقول النصوص دي لا تصلح لكل زمن ومكان لكن ما تنفقش الناس دي أصدق فئة ليه؟ لأنها بتطبق حرفيا اللي موجود في الكتب هو أتعلم في قصة عجبة بن نافع كده هو أتعلم في سيرة خالد بن وليد كده هو أتعلم وسمع من صفة حجازي إزاي علي بن أبي طالب كان بيقول لأولاده سروا اجلبوا السرور لجدكم النبي وقطعوا الرقاب هو أتعلم لما شاف عمرو بن العاص بيوصي ابنه ما تقتلش برحمة لأ شوء الهامة شوء الراس هو أتعلم ما تلموش لأنه أتعلم تلمو له إيه؟ من المسؤول؟ هو؟ هو أم الكتاب الذي صنعه الإنسان هو نتاج فكر الإنسان هو نتاج فكر إذا أردت أن تحاسب حاسب الفكر ولا تحاسب الشخص إذا لغي الفكر لن أجد شخص إرهابي الإنسان هو نتاج فكر وعقيدة وكتاب المنهج العام للفكر المسلم شفنا شخصية الإنسان بتتشكل إزاي؟ شفنا المسلمين في أربع فئات لكن هنشوف الجزء اللي بعد كده المنهج العام في الفكر المسلم عشان نشوفه نشوف المسلمين بيفكروا إزاي؟ لو المخرج يساعدنا في ظهور الجزء الأول انتماء المسلم للدين أكثر من انتماءه للوطن المنهج الفكري للمسلم انتماء رقم واحد انتماء المسلم للدين أكثر من انتماءه للوطن ليه؟ لأن الإسلام بالنسبة ليه هو دين ودولة هو مصحف وسيف حد متذكر مهدي عاكف قال إيه؟ لما كان مرشد جماعة الإخوة المسلم قال توزف مصر قال كده توزف مصر أنا ممكن أقبل رئيس يجي يحكمني من ماليزيا ليه؟ لأنه ما عندهش حدود المسلم ما عندهش حدود الفكر الإسلامي لا يعترب بالحدود لا يعترب بالحدود هو يرى أن هذه هي أرض الله هو يرى في نفسي أنه هو الحاكم بأمر الله على الأرض أنه يرى أن يجب أن يكون الجميع هم غنائب وسبي له هو يرى الحاكمية الحاكمية العليا لله يدى الله هي الغالبة هي الحاكمة عشان كده أنت ماء المسلم الأول ليش للأوطان سهل لقوي يخرب أي وطن ولا يهمه ولا يهمه يخرب أي وطن يخرب بلده يخرب الشارع بتاعه يخرب القرية بتاعته ولا يهمه أنتم مستغربين بيطلعوا يعملوا قنوات ويشتموا يسيبوا يحردوا عجيش هو ده الفكر اللي تعلموا أن الإسلام هو دين ودولة الإسلام هو دين ودولة الإسلام هو مصحف وسيف تعلم إيه؟ هو ده اللي تعلمه انتماء المسلم الانتماء الحقيقي والوحيد للمسلم هو للإسلام وليس للأوطان رقم اتنين أشعور بالعظمة دي العقيدة الفكرية للمسلم هو انتماء الأول للإسلام وليس للوطن رقم اتنين أشعور بالعظمة ليه؟ لأن القرآن عمال يغزي جواه أنه هو دين الله الحق دين الله الوحيد أن الآخرين هم حطب جوهنم هم كرد وخنزير وهو خير أمة أخرجت للناس لما يعيش من منطلق الجزء ده الشعور بالعظمة هيفكر إزاي في الآخر لما تفضل تغزي جواه والعقيدة تغزي جواه الشعور بالعظمة كيف هي سيفكر في الآخر رقم واحد انتماء للمسلم المسلم للإسلام وليس للوطن رقم اتنين شعور بالعظمة والأخرون هم على عكس هذا رقم تلاتة الرفض التام للنقد ومحاولة إرهاب الرأي والفكر وتكفير من يعترض فكري وجعله عرضة للقتل وترهيبهم حتى لو وصل الأمر لقتلهم على طول يرهبك يرعبك لما تيجي تترح أي سؤال يدخل فيك على طول من جعل فرج فودة عرضة للقتل من جعل ناصر حامل أبوزيت عرضة للقتل من جعل نجيب محفوظ عرضة للقتل شوفوا الغريبة والعجيبة أن الأزهر رفض تكفير داعش في الوقت لنفس مؤسسة الأزهر محمد الغزالي كفر فرج فودة وبناء على تكفير الفرج فودة معناه عارف يعني لما يكفرك معناه إيه؟ أنه بيحطك في مرمى النار في مرمى السهام بيحطك في المواجهة تتقتل هو ده اللي بيعمله يرفض أنك تفكر يرفض أنك تترح عليه أسئلة يدايق لو نقض يفضل ينقض فيك الليل والنهار في الجوامع في الخطب في المدارس في كل حالة لكن أنه أنت تترح أسئلة عليه وتنقضه يتجنن ليه؟ لأنه عنده شعور أنهو الأفضل فيرفض أي فكرة تهجمه عرفتوا ليه قالوا عن داعش مش كافرة؟ لأنه بتطبق الكتب نشوف الأستاذ برايم عيس داعش مش كافرة فيديو رقم سبعة يعني أفعال دي مسائل هم مسلمين حاجة غريبة قوي الأظهر ومجمع البحوث ولا يكفوا عن إصدار بيانات بتكفر أي أديب أو كاتب أو مفكر أو أي حد يعرض لأي شيء ليس على هوا فكرهم وعلى طول يتهمون بمنتهى النزق والسرعة بأنه بينكر المعلوم بالدين بالضرورة وإنما جاءت داعش فخافوا على داعش من التكفير عارفين ليه؟ ما كفروش داعش مش عشان هم ضد التكفير لأنه حقيقة الأمر هم بيكفروا من يخالف مشايخهم من يخالف مشايخهم مش بس أفكارهم هم لا يتورعوا لحظة عن الطعن في دين أي واحد فيه ده لما داعش ليه بقى تايما سألة منطقية جدا لأنه لو فتحت كتاب تلتة سنوية الفقه تلتة سنوية الجهاري ترى فيه ترى فيه ما تعلم يقينا لماذا خرج عليك الأظهر ليقول لك أن داعش ليست كافرة ولم تكفر بما فعلت بل ده واضحني ده وجهة نظر في الإسلام يعني داعش تملك وجهة نظر داعش مش كافرة في الوقت اللي فرج فودة كان كافر ونجيب محفوظ كان كافر وطاحسين كان كافر فرج حامد ناصر حامد أبو زيك كان كافر وكتير وبرايم عيسى كافر وإسلام البحاري كافر وأي واحد يتكلم كافر في كافر في كافر لأنه بيختلف معه لكن داعش هم عارفين ومتأكدين جدا أن داعش تطبق ما في النصر إذن لم يتجرأ الأظهر هذه المؤسسة العلمية الكبيرة اللي كفرت ناس وأدباء وكتاب لم يتجرأ أن يكفر داعش يبقى المسلم انتماؤه للإسلام أكثر من الوطن المسلم يعيش في شعور من العظمة والكبرياء قرسوا القرآن وذرع جواه القرآن المسلم يرفض تماما فكرة النقد والحوار والرأي الآخر وهذه المسائل غير مكبولة لديه تماما هو يهجمك بس عارفين نقول لكم على حاجة حيلة عشان تاخدوا بالكم منها لما يكون بتحوروا أي مسلم أي مسلم تحوروا أو تدخل معاه في المناظرة أو الحوار عارفين يعمل ايه ما يجوابكش يروح مهجمك على طول يروح مهجمك يروح دخلك في النصوص يروح مهجمك ما يجوابكش أبدا ليه لأنه لا يتقبل أنه أنت بتنقضه لا يتقبل أنه يقبل معك حوار لا يتقبل أنه يرد عليك لكن هو مبرمج ومساستم أن أنا صح مية في المية إذن أنت غلط مية في المية إذن أنا هو هجمك رد المسلم على أي سؤال أو على أي حوار أنه يهجمك على طول أنا لو فتحت التليفونات وهفتح التليفونات دلوقتي يوم وربما يدخل أحباء مسلمين تبصت لهم يهجموني هو ما يفكرش ما يقول ليش الكلام أنت بتغلط واحد اتنين ثلاثة ويدخل معي في حوار ونسمع بعض ونتكلم لا هو يهجمك على طول طب نفتح التليفونات قبل ما نكمل أو نكمل رقم أربعة المسلم انتماؤه للإسلام المسلم عنده شوار بالعزمة المسلم يرفض النقد رقم أربعة المسلم يظهر وينادي بالتبرق من الجماعات الإسلامية الإرابية تحت شعار هؤلاء المسلمون الإسلام لكن في داخله يتعاطف معهم تماما رقم أربعة لو ظهرت على الشاشة عشان لو حد يحب يقرأ أو يتابع أو يكتب على يظهر وينادي بالتبرق من أفعال الجماعات الإسلامية تحت شعار هؤلاء لا يمنسون الإسلام لكنه يتعاطف معهم داخليا ويعلم أنهم يطبقون النصوص وزي ما سمعنا الأستاذ إبراهيم عيسى قال أظهر رفض أنه يكفر داعش رقم خمسة المسلمين بيسعوا بكل جهدهم على مستوى العالم من خلال هيئات ومؤسسات لإصدار قانون يجرم المساز بالأديان تحت مسمى أصدراء الدين مبررين ذلك بمقولة بصوا الخدعة بقى حتى لا تكون فتنة واحد يدخل يقول لي دلوقتي أنت بتكلم لي على الإسلام تكلم عن المسيحية الحلوة بتاعكو وليكش داعوا الإسلام لي يا حبيب ليه عشان لا تكون فتنة طيب وما كنتش فتنة لما أنت بتكفرني في القرآن لما كانتش فتنة لما أنت بتفرض عليك جزية وتقول لي وانا صغر مش معنى فتنة لما أنا أقول وأسأل أسئلة وانقدك ومش فتنة لما أنت تهني من خلال نصك فيطلع لك مبررات يقول لك لازم نطلع قانون إصدراء للأديان عالمي عشان يسكتنا ويفضل هو اللي بيتكلم من خلال نصه القرآني فيعمل يقول لك حتى لا تكون فتنة والحقيقة أن هذا القانون لا يطبق إلا على المسيحي إذا أراد أن يعبر عن نفسه مع العلم أن نصوص القرآن والأحاديث والفق تمتلئ بالكثير من الإصدراء والإهانة للآخر فالذي أباحه لنفسه ويفعله كل دقيقة حرمه وجرمه على الآخر نسمي إيه ده نسمي إيه ده دي رقم خمسة ناخد تليفونات وبعد كده نرجع نكمل رقم ستة ورقم سبعة في الجزئية دي معانا إبراهيم من نيويورك تقريبا أو إبراهيم تفضل ومن المسيح معك سلام الرب أهلا بك حضرتك أنا أعاد أقول حدث نصيطة تعريف التقية سهل أنك ترزل غير ما تبظل ده أول حدث نموذة أين حضرتك كان فيه برنامج زواء الإبراشي كان مستضيف واحد يعني مشهور جدا اسمه رجب إلا الحميدة رجب إلا الحميدة ده مرشح نفسه مجلس الشعب الجاي ورجب إلا الحميدة ده ويرت في مجلس الشعب سنة 2008 وبهالوسط قال نحن إرهابيون القرآن يعملنا بذلك ولا حد يرد عليه ولا حد قاله أي حد ولا حد يرد عليه ومرشح نفسه وجايبه أهل الإبراشي في البرنامج مدته ساعتين وكان بيتكلم كأنه هو مصلحة كماعي رغم كل إنه كان نطلع من السجن من أيام مبارك بضغط إنه نتخذ في الموضوع ومع ذلك هيرشح نفسه وهينجح وهيبقى من ضمن الخلايا اللي موجودة في مجلس الشعب عشان من وشكرا ربنا يمبرك معانا تليفون تاني سامي من النمسا تفضل طيب تخير حد نبقى حال كل العملين ذات صنع المحترمة صورك عندهم في البداية بس لقدم خالص العزاء بقول لخصر الشهداء ومن المرة أقول للدكتور العوة هي دي شعابة أو أم دور الشهداء عندنا في النفخية يعني كان فهم يعني الشهداء لازم يكونوا بحرم لأم دور الشهداء وشهداءنا اللي في ليبيا يعني شهداء أكتر من اللي ماتوا في حرم تفهم وخلييني أقول لبردك للإخواننا الأحباء في داعش يطرر لم حد فيكم بيعمل عمر الشريف اللي بي برد وشه وخلييني كمان أبلغ رسالة للإخوة اللي كانوا شمتانين في شهداءنا اللي سقطوا في النبي منذ أيام كان فيه بعض الشمتين والشتانين مش أذكر طبعا أسماءهم لأن الله يعني ما يستحققوش إن احنا أذكر أسماءهم أننا بديد عليهم ربنا يشفيهم من إدهم في طالما واحد شمت في في مرض أو في وفاة فيرجع إنسانيوته الأول هل هو إنسان ولا لأ خلينا نتكلم محاولة كمان في موضوع الحلقة اللي حضرات قصارتوا النهاردة هي الجداية بتبقى فريضة الجهاد يعني فريضة الجهاد هي فرض عين ولا فرض خاية ومتى يكون جهاد الدفع ومتى يكون جهاد الطلب السؤالين دولة لما حواك يبقى أي حد يقول العلماء بيتراقش فيهم أو بيتكلم فيهم ممكن يوديهم أو ممكن يودي اللي بيعلمهم في حتة يبقوا دواعش وممكن يوديهم في حتة تانية يبقوا مسالمين لعبعد فيهم فالسؤالين دولة ياريت الإخوة اللي حواك أسمهم من شوية زي إسلام البحيري وزي المتعلمة المتفتح تتكلم في الحكاية دي كويس أو بحيث أن يتنور الناس وتخلي الناس يقدر يتعايش مع الواقع الموجود في العالم أشكرك شكرا 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 انتماء المسلم للإسلام شعور المسلم بالعظمة رفض المسلم للنقد نهائيا إظهار عكس ما ينادي به إظهار التعاطف الداخلي مع الجماعات محاولة إصدار قوانين تجرم المساس بالدين ليه هو لكن هو عنده المساس بالدين الآخر مليان في كتب في النص القرآني وفي كتب السنة والسيرة رقم ستة استغلال نظرية الاستضعاف وانتبه الجزئية مهم جدا استغلال نظرية الاستضعاف والأقليات مع استغلال قوانين الحريات المطلقة في المجتمعات الغربية واستغلال فرص اللجوء والهجرة على الرغم أنه يعتبرها بلاد القفر لكنه يستغل قثرة الإنجاب والزواج من أجنبيات وقوانين الحريات إلى أن يتمكن عن طريق القثرة والانتشار والتوغل في كل المجتمع وأنشطاته الاجتماعية ثم المطالبة لإقامة شرائعه ثم الدعوة لإقامة الخلافة هو ده اللي بتعمل هو ده اللي مش منتبهينه في المجتمعات الغربية أنا بفتح الباب عشان أجيب الناس بعمل إنساني بفكر إنساني قيم الإنسانية اللي أنا متعلمها من خلال القوانين الإنسانية بفتح الباب عشان يجيب الناس لاجئين هو بيجي استغل كل حاجة موجودة استغل الحرية استغل القوانين والحريات المطلقة يستغل إنه من حق يمارس يقول اللي هو عايزه ينادي باللو عايزه ياخد معونات قاعد مش شغال وعمل يأكل ويصرف بيتعلم بيتعالج كل حاجة وبعد شوية أول ما يتمكن طبعا معه فيه ثلاث حاجات لابد أننا نتبه اليوم حاجة الأولى بالذات في الشباب يجي عشان يتجوز لقرآن متاح له كده نتجوز الكتابيات يتجوز فبالتالي هو بيضمه على اسمه بعد كده بيخلف وبيخلف كتير فهو بيوضيف للإسلام عدد كبير لأنهم يهمهم العدد أكثر ما يهمهم الإيمان يهم العدد أكثر من الإيمان ومن خلال الإنجاب من خلال الزواج من خلال القوانين والحريات ينتشر في المجتمع يتوغل في المجتمع لحد ما يأمن نفسه ويستقر ويحصل على الجنسية وصوته يطلع أو ما صوته يطلع يقول لك أنا مش عايز أي دين يعطى في المدارس ونجحوا في أمريكا أنهم يمنعوا دراسة الدين المسيح ونجحوا أنهم يحطوا دراسة الدين الإسلامي على سبيل التاريخ وبطريقة مخالفة للحقيقة بعد شوية كثرة الجوامة بعد شوية أنا عايز أطبق الشريعة في الولايات اللي موجود فيها أو في المدن اللي موجود فيها توغل 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 إلى أن بعد شوية وإنت مفاجأ وإنت مش واخد بالك مش منتبه تلاقي جموع طلعت في الشوارع ينادون بإقامة الخلافة والسؤال يلا بتطالب بإقامة الخلافة في الدول الأوروبية طب ما دولك مطبقة الخلافة ما عادتش مقفوزتيها ليه ما انت هربت منها ما انت هربت من قوانينها هربت من عنظمتها ما الخلافة مطبقة في الصومال ما شفناش قوافل هجرة للصومال ليه ما الخلافة مطبقة في شمال السودان ما شفناش قوافل هجرة لشمال السودان ليه ما الخلافة والشريعة مطبقة في أفغانستان ما شفناش قوافل هجرة لأفغانستان ليه ما تروح تأجر أفغانستان وطبق الخلافة وطبق الشريعة ليه للدول الأوروبية عايز تروح عشان بنات الصف عشان التقية عشان النفاق ولا عشان التقدم عايز تروح أماكن برتاحة وتنعم بخيراتها وتطبق الشريعة لكن تهرب من أنظمتك تهرب من حكوماتك تهرب من الدول المطبقة للشريعة لروح الأوروبا خلينا نشوف الفيديو نسلمين في أوروبا بعد كده ناخد تليفون من ابن الرب وخلونا واحدة نشوف الفيديو ده وأنا أناشد كل شخص موجود في المجتمع الغربي فيديو المسلمون في أوروبا رقم 8 أو ناشد كل شخص موجود في المجتمع الغربي زي ما هم اخذوا دورهم وقدروا يتوغلوا في المجتمعات وينتشروا يبقى لهم صوت أين صوت الكنيسة العربية أين صوت المؤمنين أين صوت المسيحيين خلينا نشوف الفيديو كما لا يمع الغربي بلحربي بلحربي تولى المسلمين للمسلم جميعاً لها قبل أي مستمكع الأمر لا يمكنك قبل أن تجوز لا يمكنك الإخطابات لأكبر من أو يمكنك إخزاره الشفائل من الجنب لن أخرج لديك ناديم لا أكون حفاظ Martin لا أكون حفاظ Martin لا أكون حفاظ ما على أكون حفاظت MUCH لا أبداً لا أبداً لا أبداً لو لا أبداً لا ياشتراه لا أبداً لا يشترك! أنا لا أysics contam مكيف أنني أضرب أمشيك؟ تجربة تحظيم كمك؟ أمشيك بلو... أمشيك بلو اللعنة لا تستعرسerne لا تتوقع لا تستطيع أن تعتبر أنت لا لا تتحدثي من خلال الوصول أنا وهي داخل طفل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشكرا نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشكرا 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 اشكرا